كان حساب الفيسبوك سببا في طلاقها تزوج تاجر العطور بفتاة أحبها لنسبها وأخلاقها ودامت علاقة الحب والود بينهما خمس سنوات بعد الزواج وفي يوم من الأيام طلبت الزوجة أن يكون لها حسابا على مواقع التواصل الاجتماعي لتتواصل وتتكلم معه أثناء تواجده خارج المنزل أنشأ الزوج حسابا باسم وهمي لها وما حدث كان صادما بدأ الزوج يلاحظ أن زوجته تهمل صلاتها وواجباتها المنزلية وتتأخر في إعداد الطعام وفي يوم من الأيام وبينما كانت تحضر العشاء تركت حسابها مفتوحا فما كان من الزوج إلا أن فتحه وراح يشاهد المحادثات بينها وبين خطيبها الأول كانت الزوجة تشكو له زوجها وكيف أنها تشعر بالوحدة لبقائه في عمله وقتا طويلة بل وتذكره بأيامهما في الجامعة لم يتحمل الزوج ما رأى واعتبرها خيانة حيث أنها نوع من أنواع الخلوة المحرمة وقال للزوجة لقد ستر الله عليك مدة طويلة كان من الأفضل أن تنهي هذه المحادثات وتعودي إلى صوابك وطلقها وأنت يا من من الله عليك بالستر أما آن الأوان لتتراجع وتتقي الله تعالى قبل أن يكشف سترك ترجمة نانسي قنقر